صباح الخير على الجميع توضيح الفيديو الذي تنشر مؤخرا حول المحالات التي تفتحوا في العرفين الجوج مخالف الثانجة أول الناس شرعوا ديور بـ 25 مليون بـ 25 مليون بـ 25 مليون أشتفلي شوية جوا و جاك يفتح في محالات تجارية ديور بـ 25 مليون بـ 25 مليون بـ 25 مليون بـ 25 مليون هذا هو الغناء الغير المشروع هذا هو الغناء الغير المشروع والإدارة التورامية ساكتين عليه الجوج وهنا سنوضح ما لا يجب توضيحه ما لا يجب توضيحه لا يفترض للناس السؤولين يكونوا فاهمين قانون الملكي المشتركة القانون الملكي المشتركة يمنع إحداث أي تغييرات تغييرات خصوصا على الواجهة هذا يضربوا بالبيران ومسيطة معناه هذا يخلقوا واحد من جموع ممكن يخلقوا تصدعات من العمارة كاملة إذن هذه الأرواح ديوره أصبحت مهددة سكوان هذه العمارة وهذا كل شيء ساكت عليه وهنا سوف أرجع نسألة مهمة وهو الحق السلام المدني والجسدية وماذا سي وزير الداخلية قادر حاليا طلق الفيديو اللي سيفط يبعد لجنة 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 أو على المستوى المواطق والعهود الدولية والمغرير في الدماجة للدستور كي تشبه الحقوق الإنسان إذن هذا أجل تنزيل ديور الدستور 2011 تنزيل الدستور 2011 حماية السلام المدني والجسدين لهذه الناس خاصة لجنة تقلب هذه العمارة أشياء وقع فيهم اللي داروا فيهم جوش غارجات هذا واحد جوج ثلاثة ثلاثة ابدأ المساوات أمام القانون وبدأ دو السوري هنا خاصة كل الشيء يسمحون له اللي لديه لساكل فرينة الصوصي عنده دار فرينة الصوصي شقه فرينة صوصي يفتحها غارج سيكون شيء السافد لماذا سيجعله شيء السافد وشي لا إذن هنا هذا هو هذا هو البدء المساوات أمام القانون حيث لا يمكنكم في الصحة أمام دولة الحق والقانون والسلام عليكم هذا التوضيح الأولي ولنعود للموضوع